بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم من أن نحكي عن مارجين كوليبس موضوع جدا بسيط وسهل في البداية أنا في عندي صندوقين كل صندوق ناخذ 300 ويتف والهايد 50 لو إجت حكية لأول صندوق مارجين برتم 20 بيكسل فمعناته رح يهجز مساحة خارجية منتدار 20 بيكسل طب لو إجت حكية لسندوق الأحمر مارجين توب 20 بيكسل هدولي بسيطة من هون 20 ومن فوق 20 هيكسارة 40 وهنا بحكي لك لا مش هذا رح يصير ولا رح يتغير ولا أي إشي وهنا تيجي فكرة المارجين كوليبس أول رول المارجين كوليبس هي مارجين فيرتقل بتقول لك فكرة المارجين كوليبس هي فقط شغالة في الفيرتقل يعني من توب وبتب فقط أما مارجين هوروزنتر ليفت ورايت ما بتشتغل طب شو استفدتني من القصة هاي لحد الآن أنا مش فاهم بحكيت بكل بساطة انت وان حكيت مارجين باتهم 20 بيكسل صح؟ هتقول لي صح وحكيت هنا مارجين توب 20 بيكسل وان ما بيأخذ اثنين متى بيأخذ واحدة فيهم فقط يابيأخذ الفوق يابيأخذ التحت أكيد هسا راح تحكيلي لما أنا مثلا أكتب أرقام متساوية في المارجين راح يأخذ واحدة فيهم ويقول لك برافو عليك طب أنا ذكي وبدو حط مثلا رقم مختلف بدو أكتب مثلا هنا مارجين 33 بيكسل شو راح يصير؟ هون الموضوع يصير مين أقوى؟ كيف يعني مين أقوى؟ الرقم الأكبر هو الأقوى هو الرح يتنفذ هو الرح يتطبق يعني حرفية ما رح يتطبق العشرين رح يتطبق الثلاثين فهتصير المساحة هون 30 بيكسل فالقاعد الثاني بتحكيلك different margin رح يأخذ مين؟ أكبر رقم عشرين ما تطبقت رح يأخذ الثلاثين فهون بدل ما يكون عشرين زائد ثلاثين تساوي خمسين لا هاي بس رح تكون ثلاثين بيكسل ليه؟ عشان فكرة margin collapse وبتحكي لك margin collapse الرقم اللي بيكون أكبر هو البطبق وإذا ساموا الرقمين نأخذ أي واحد فيهم عادل طيب أكيد رح تحكي لي هسا طيب افرض مثلا أنا ضفت هنا مثلا element شو ما كان هسا في المثال قدامك أنا ضفت هنا محمد السيد شو رح يصير هون بيحكي لك هتلتغي فكرة margin collapse رح يصير من هون بدل عشرين من تحت أشرين بيكسل وهون حيصير محمد السيد خلنا نحكي من الصندوق هون على محمد السيد شو رح يصير top 30 بيكسل أفكر تلتغي متى لما يكون في عندك عنصر بيناته لازم ما يكون في عنصر وبتقولنا في القاعد الثالثة no element between margin لازم ما يكون في عندك ولا أي element بين المارجن عشان يشترم معاك margin collapse ضفت element ساعدتها التغى فكرة margin collapse وهي هاي فكرتنا بكل بساطق خلينا نحكي ان احنا اخذنا فكرة بنسبة 50% تعالي نطبقها عشان نفهمها 100% هذا الفيديو براعيتي بوبين اكاديمي تقدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين راح اسشب لك لينك التواصل بالدسكريبشن انشان تلك فولدر جديد 50 margin collapse يبدأ داخل في عندك index وداخل index في عندك two section مشابه جدا للاقزابل الصابق في اسكر لك هاي التيرميل هشرح لك يالي ادار تمام تمام في عندك هنا margin collapse في عندك two section ونورنا تمام في الستايل زي ما اخذنا في المحاضرة السابقة اللي هي كانت عبارة عن books sizing طي انا حسير استخدم هذا الشكل بشكل استمراري خلال محاضراتنا يعني كل محاضراتنا هتلاقي هذا الكلام موجود فاذا انت اول مرة تشوفه ارجع احضر المحاضر القابل 49 محاضرة جدا مهمة تمام وانتعرف شو فكرة حكينا عنها يصير بكل بساطة اي اشي احكي مثلا width 300 ما رح يطلع عن الثلاثمية احكي مثلا height 500 ما رح يطلع عن height 500 خلينا اتطبق الموضوع في عندك بوكس 1 و بوكس 2 البوكس 2 اعطيته red 50 height width 300 و البادق left right 10 و بوكس 2 pink height 50 و width 300 رح اصيبه رح اجي على red واحكي له margin button واحكي له هون مثلا 20 نفس المثل انا بتكيان اقضي شوي شو صار هون اخذ 20 بيكسل اجدت هون مثلا على صندوق الثالي هو pink و قلت له margin top و قلت له 20 بيكسل تغير اشي بلا خليني تأكد كلامي صح ولا لا right click mspec و خليني اقطع مثلا red و خليني اكبس هون على التاب الاسمها commuted تم هتنتبه انه معطيك margin 20 بيكسل من تحت طيب هاي عشان كبست على الاحمر انا لو اجيت على الصندوق البنك شو حكي لك margin top 20 بيكسل بس هو بس ما اخذ 20 بيكسل طيب ممتاز لو حكينا اعطينا للتوب 50 شو رح يصير هسا لمين الاولوية ومين الاقوى 20 ولا 50 هتقول للخمسين برافو عليك سيف ممتاز ممتاز طلع معاي هسا هون شو انتبهت قال لك top 50 طب لو اجيت هسا على الرد شو رح يحكي لك قال لبتهم 20 بس حرفيا هو ما اخذ 20 ولا 50 اراش هو حاجز 20 صح لكن انتبهت انه اصلا المساحة هي عبارة عن 50 ارجع للبينك فهي المساحة عبارة عن 50 شايف اللون الورانج وخلينا اكبر لك اياها شوية عشان تشوف بشكل اكبر ممتاز هاي جزي مساحة 50 ما حاجز 70 ما قال لك 50 وفوق 20 ما قال لك هاي كل 50 طي ممتاز اخر قاعدة التفابين عليها هل بصبت مثلا اضيف هنا اي عنصر بينات حيض شغال مارجن كل نفس تعال شوف مثلا هاي باراقراف وهاي محمد السيف سيف شوي صاد تعال شوف بجأ تفقق وقفت على الرد قال لك مارجن 20 ممتاز اجي على البينك قال لك مارجن 50 شفت كيف فارتثت فكرة المارجن كولبس وهي هاي فكرة محاضرتنا بكل بساطة الهدف من هاي المحاضرة لما تبلش ان شاء الله في المحاضرة القادمة يبني مشروعنا لو صار بعد اي مشكلة في المارجن بس بالفيرتكل تكون انت فهم شو المشكلة ليش ما اخذ مثلا 50 زائد 50 صار 100 مثال مثلا قلت له 50 مارجن وطب وخمسين اتمنى كنت الافكار واضحة وسهلة ونشوفكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة